موسيقى 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 وأيام ويهل عيد الفطر المبارك للإخوة المسلمين يعني ما الحقناش من قيمت كم شهر الأخت حنانطرق وهي دخلة سب وزم وإهانة للمسيحيين وقالت ما ينفعش يكون رئيس بمورية شخص مسيحي وكلام وأنقرت هذا الكلام وقالت إن الفيسي تسرق وكل الكلام ده وتيجي شخصية تفهى ليس لها أي مثيل ولا هي تعتبر ممثلة ولا فنانة ولا ليها حتى في البتنجان وتدعى الفنانة المعتزل عبير الشرقاوي أنا ما عارش معتزل إيه هي مثلة إيه أصلا تهاجم بطلوع الروح التناول غبي خسارة الفلوس والله هاجمت الفنانة المعتزل عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي المخرج العظيم مسلسل بطلوع الروح بسبب إظهاره لأعضاء داعش بأنهم خونة ويشربون الخمر وبتقول عبير الشرقاوي فيه منشور عبر حسبق الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح التناول غبي مش معقولة تطلع الناس بتعود داعش خينين وبيرتشوا ويشربوا خمرة دون ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله ومستعدين للموت في أي لحظة حسب قولها وبتقول إحنا عارفين إنهم جايز يكونوا على باطل آه بس هم مش عارفين هم بيعتبروا نفسهم المسلم الحق وأي حد جنبهم مصلم نقص فمش معقولا طلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده بقى معقولة البطل اللي يعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته ارحمونا يا هبل خسارة الفلوس والله والله محد أهبل غيرك يا إنسان يا مختل عقليا أما طلعت داعش الوقت أنهم يعني مؤمنين وهم المسلمين الحق عبيل الشرقاوي توضح سبب انتقادها للمسلسل بطرق الروح من المصر اليوم بتقول قامت الفنانة المعتزلة عبيل الشرقاوي ابنة المخرج بتقول في الساعات الماضية ونشرت بتقول ليه اللي مش نفهمش كلامي أو مش عايزي بهمه علشان يرقش شوية في الترينج وده طبيعي سفالة منك وتبعد بتقول ده يعش فئة ضل مضللة ولكن أغلبهم لا يعتقدون ذلك في أنفسهم بل يعتقدون أنهم المسلمون الحق وعندما يقتلون يظنون أنهم يقتلون في سبيل الله وأن سوابهم على هذا القتل هو الجنة وهنا تكمن المشكلة لأن عندهم اعتقاد أن اللي بيعملوه دين الحق وعشان كده هم خطيرين جدا جدا على أي مجتمع يعيشوا فيه لا واحد وانت السادقة عشان حسنتي أن الدولة هتقلب عليك يلي ملكيش لازمة ده داعي لإهانتك أغطى من كده وقامت عبيل الشرقاوي بانتقاد طاقم عمل مسلسل بطروع الروح في الساعات الماضية بسبب مشاهد أحداث المسلسل للجماعة الإرهابية داعش وكتبت منشوره خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك أسرة مسلسل الهبل بطروع الروح التناول غبي مش معقولا طلع الناس بتوع داعش خينين وبيرتشوا وبيشربوا خمر دول الناس بيعتبروا نفسهم مجهدين في سبيل الله ومستعدين للموت في أي لحظة إحنا عارفين إنهم على باطل آر بس هم مش عارفين هم بيعتبروا نفسهم المسلمين الحق وأي أحد جانبهم مسلم ومناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة وأكملت بقى معقولة البطل اللي بيعتبر نفسه مجاهد وعنده غزوة تاني يوم وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته ارحمونا يا هبل خسارة الفلوس والله ومسلسل بطلوع الروح بطولة إلهام شهين من نشلبي أحمد السعدني ويعرض على شاشات التلفزيون يوميا بداية من النصر الثاني في رمضان هذا كلام الأخت المحترمة إلهام شهين هاجمت الفنان المعتزلة عبير الشرقاوي مسلسل بطلوع الروح وردت إلهام شهين على تصريحات عبير الشرقاوي في تصريح خاص للموقع تحيارس قائلا إحنا عاملين المسلسل مخصوص للعقول اللي زي دين اللي فهمين إن داعش يعني الإسلام فمقصود إنهم يفهموا من خلال المسلسل أن داعش ليس هو الإسلام الحقيقي بدليل إنهم عندهم خيانة وتحرش يتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس ويشربوا خمر يعني هم مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا وإلهام شهين عن عبير الشرقاوي تروح تشوف الدواعش وهم بيختصبوا الأطصال هي عمل خلط بين الإسلام والإرهاب وأضابت عايزاها تدخل تكتب عن الستات اللي تعرضوا لداعش ونشوف البنات اللي بتحكي قصصها مع داعش إزاي بيخضوا بناس صغيرة وفضلوا بيختصبوا فيهم سنين طويلة هل دا من الدين هي عمل خلط بأين أن داهي الإسلام بجد ولا لا دا مش إسلام خالص ولا يمت له بصلة دون ناس من بلاد أخرى ملهم بسوريا وأرض وحكومة سوريا واللي بيحصل بيها عشان ناس تروح تشتغل في دولة أخرى دي ناس مرتزقة كل من ليس له مهنة يروح يدور على مهنة وتبقى مهنته الإرهاب ويطلع عقد الجنسية واللي فيها عمف وهو دا اللي احنا بنفهمه للناس خلال المسلسل مفهوش هبل اللي بتتكلم الكلام دا هي اللي دماغها فيها هبل لأنها فهمة أن داعش هو الإسلام مع الأسف والحمد لله عملنا المسلسل دا عشان نفهم العقول اللي مش شهمة هجوم عبير الشرقاوي على المسلسل هذا وقد كانت قد كترت عبير الشرقاوي كما قلنا من قبل إن الكلام دا هبل لكن إحنا ليس لنا الحق أن ندينه أحد ولكن من حقكم أنتم أيها المشتركين أن تقولوا ما ترونه من الصح والخطأ هل عبير الشرقاوي كلامها صحيح مية يا فدمية؟ أم إلهام شهين؟ أم الإعلام المصري؟ نحن في انتظار تعليقاتكم مع قناتكم قناة الملك والأمير ولكم مني كل الحب والتقدير وأعني إخوتنا المسلمين المحترمين ونهنئهم بعيد الفطر المبارك بالنسبة للإخوة المسلمين وهو خلال أيام وتعيش مصر كلها في أعياد مستمرة بأمر الله إنه كان عيد القيامة المجيد ويليه عيد الفطر المجيد شكرا لكم أحبائي وعزائي ولكم مني كل الحب والسلام أحبائي وعزائي وعزائي